اعلنت الحكومة النرويجية اليوم انها القت القبضة على مواطن روسي يبلغ من العمر 51 عاما للاشتباه في قيامه بالتجسس خلال مؤتمر حول تعزيز التعاون بين الادارات البرلمانية في اوروبا وقالت محامية المتهم هيجو اكري لوكالة الانباء النرويجية انتي بي اليوم ان موكلها يخضع حاليا للاستجواب من جانب وكالة الاستخبارات الداخلية النرويجية ووضحت الوكالة ان تصرفات المتهم اثناء المؤتمر الذي استمر لمدة يومين دفعت مجموعة من المسؤولين البرلمانيين الى الاتصال بوكالة الاستخبارات وقد القي القبض على المتهم يوم الجمعة الماضي اثناء الحدث الذي استضفاه المركز الاوروبي للبحوث والتوثيق في برلمان النرويج وقررت وكالة الاستخبارات احتجاز المتهم لمدة اسبوعين لحين محاكمته وقالت المحامية ان موكلها نفرتكاب اية مخالفات